اشتركوا في القناة وعنوان جواب الشبهات المثارة حول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام معروف عند الجميع انه امام من ائمة المسلمين عاش في القرن الثامن او القرن السابع ولد في سنة ستمية واحد وستين وتوفي سبعمائة تمانية وعشرين في قلعة دمشق لما كان مسجونا في مسألة الزيارة لما افتع فتوى تتعلق بان شد الرحال يجب ان يكون للمسجد النبوي او المسجد الحرام او الاقصى هذه المساجد التي تشد اليها الرحال واذا شد الانسان رحله الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قصده المسجد وتكون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه في قبره تابعا لذلك لكن لا يشد الانسان الرحل الى الغبر فسجن رحمه الله تعالى لسبب ذلك وبأسباب اخرى سجنا طويلا مات في قلعة دمشق رحمه الله تعالى هذه الشبهات المسارة حول ابن تيمية رحمه الله تعالى لأسباب السبب الأول تشويه صورة تشويه صورة رمز من رموز الدعوة السلفية وزعزعت الثقة فيه لأن هذه الدعوة يحملها أعلام علماء ولما يطعن في العلماء حملة الدين يطعن في الدين تبعا لذلك ولذلك ركز أعداء الدعوة السلفية على الطعن في رموزها ومن أجل هذه الرموز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثانيا أهل البدع يطعنون في ابن تيمية بسبب إرادتهم للترويج لباطلهم بنسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية مثال لما أراد هذا الصوفي أن يروج لعقيدتهم في الشطح أو في دعاء غير الله نسب هذا لابن تيمية وزعم أن ابن تيمية موافق لهم في هذه العقيدة عشان يروج لهذا الباطل ينسب لابن تيمية أو لأحد علماء المسلمين إذن الهدف الثاني الترويج للباطل بتاعه الهدف الثالث الاعتذار لشيوخهم ولعلمائهم الذين وقعوا في باطل ومنكر عظيم الاعتذار لهم بنسبة الخطأ لأئمة السلفية يعني نظام إنه انت انتغدت على شيوخنا أشياء وباطل وقعوا فيه نحن كذلك بنتكلم في شيوخكم إذا الشيوخنا على باطل شيوخكم انتوا برضو على باطل فبهذا المبدأ يريدوا أن يتعادل الأمر يعني يبقى شيوخكم على باطل وكمان انتوا برضو شيوخكم على باطل ولهذا يطعنون في شيخ الإسلام وفي غيره وبعض الناس يستخدم قائدة قريبة من ديه حتى ممن ينتسب للدعوة الحق السلفية يستخدم قاعدة قريبة من هذه القاعدة وهي أن يعتذر لشيخه في المنكر الذي تعمده وأصر عليه بعدما نوصح وروجع يعتذر له بخطأ وقع من أعلام معروفة كأئمة الدنيا ومعلوم يا أخواننا ما من إمام من أئمة المسلمين إلا وله خطأ من الأخطاء ولم يسلم من الخطأ أحد إلا الأنبياء والعصم في تبليغ الشرع وفي كمال النهايات للنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ السلام يقول والأنبياء لا يقرون على هذا على قول من قال يقعون في بعض الصغائر قال والأنبياء لا يقرون على ذلك إنما يوفقون للتوبة والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات وعموما الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى وعلى هذا كثير من الناس اليوم تجدوا شاني يعتذر لشيخ من الشيوخ يقول لك طيب إذا طعنت في شيخنا الفلاني بإنه فعل كذا وكذا طيب خلا سطعن في الإمام فلان قال والإمام فلان قال كذا والعالم الفلان قال كذا نقول هذه القائدة قائدة باطلة لا تعتذر لنفسك في خطأ إنه فلان أخطأ كذي هذا كما يقول عندنا بالعامية كذا يقول سارق يقول لا تسرق له والسرق حرام ويسوق يقول أنه طيب جاري لا يسرق برضو وداك سرق والبلد كلها سرقة يا أخي إذا كان في سرقة والبلد كلها سرقة إنت ما تسرق وهذه القائدة يستخدمها الآن الحزبيون لكي يعتذروا بها لأصحاب المنكر وأصحاب الباطل وهنا نقل لشيخ لساء ابن تيمية أستمع له بتركيز يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى مجلد السادس الصفحة واحد ستين يقول إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة مغتفرة للأول كلام ده واضح يا أخوان طيب تعالى ركزوا معاي الكلام ده مهم جدا يقول إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة مغتفرة للأول معنا الكلام ده شنو الآن لما تلقى عالم من علماء المسلمين وقع في زل من الزلات والعلماء اغتفروا له مش اغتفر له من باب إنه المغفرة عند العلماء زي شغل النصارى عندهم سقوك الغفران لا اغتفرت له بمعنى أنهم لم يسقطوا ما عنده من العلم أو يسقطوا علمه بسبب هذه الخطأ أو هذه المعصية تمام طيب قال فلهذا يبدأ من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدأ عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموت يسمعون في قبورهم قال فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع يعني أخواننا اليوم لو في إنسان وقع في باطل وبينت له الحجة تمام بيقى يعتذر بأن الخطأ بتاع هذا قبل كذا عمل العالم فلان والعالم فلان لا يدرى هل أقيمت عليه الحجة ولا لا ففي فرج بين من قام عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة عشان كده يغتفر لمن لم تبلغه الحجة ما لا يغتفر لمن بلغته الحجة ابن تيم يقول هذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع عشان كده يا أخواننا ما يحل الآن إذ يعتذر لصاحب منكر ارتكب المنكر وأصر عليه ورفض أن يتوب وقد بلغته الحجة إذ يعتذر بأن هذا المنكر قد صدر من فلان أو فلان فإذا فهم هذا يبقى كلامنا يا أخواننا إن شاء الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية كالآتي ما أثير حول ابن تيمية إما أن تكون أشياء كذب عليه أشياء هي كذب عليه أو أن تكون أشياء يختلف فيها المخالف مع ابن تيمية لذلك شنع عليه شنعوا عليه لأنهم بيختلفوا معه في المسائل دي وبيظهروا إلى الناس إنها هي منكرات وهي ما منكرات تمام أو أشياء أخرى زيد فيها هو الكلام يكون حقيقي لكن زادوا فيه زيادة معينة فصار الكلام قبيحا ومردودا طيب أول مآقف عنده من الشبهات اللي قال هذا الدجال المدعو محمد المنتصر واللي غالب كلامنا في الدورة دي عنه والسبب ركزنا عليه مش مزاج مننا نختار دول نتكلم فيه هذا الانتشار منكره في السودان في هذه الآونة الأخيرة فتحت كثير من وسائل الإعلام وروج لهذا الرجل باعتباره داعي إلى الإسلام وهو والله الذي لا إله غيره هذا داعي إلى دين المشركين بل ما يدعو إليه هذا الرجل أسوأ من عقيدة أبي لهب وأبي جهل وأمي بن خلف وغيرهم من المشركين والله أسوأ منه مفتوحة لو إزاعات وقنوات ويعمل محاضرات في المساجد ولخطورة هذا الرجل لأن خطورة تكمن في أن هذا الرجل فتح له الإعلام وهو صاحب شبهات وهذه الشبهات تحتاج إلى سلاح من العلم شأن ترد على الشبهات لأنه ما أي إنسان ما عنده علم يقدر يصدع لرجل مثل هذا شكده يا أخواننا داركم في الدورة دي الناس تركز يجب تحرص حتى لو أنت جعت والقعدة طالت ما مشكلة أصبر لأنه أنت يوم من الأيام قد تفقد أخوانك الدعاة عارفين الرد على الزول ده والكتب دي وانت يوم من الأيام هتواجه هالزولده وحتمثل الإسلام وعقيدة المسلمين أنت ستعمل شونه أنت ما تتخيل أنه الأمور ستمشي كده طوالي يوم من الأيام ستبدأ أنت الممثل لعقيدة المسلمين وحيجي الزولده وحيفتك بالعقيدة الإسلامية ويفتك بالسنة أمام عينك وانت بالشاهد ستعمل شونه تمشي تنادي ذول لكي تخليك محصن بالعلم لكي تكون جاهز تذب عن الإسلام وعن عقيدتك وتحميدينك طيب أول مسألة أكذ عندها في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه عندهم شبهات من ترجمة ابن تيمية طيب ده كتاب سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء عنده طبعات في طبعة هي الطبعة التي يحال إليها طبعة مؤسسة الرسالة أنتبهوا للنقطة دي شديد طبعة مؤسسة الرسالة وهذه الطبعة يحالها في الكتب يقول ليه السير المجلد كذا الصفحة كذا هذه الطبعة التي يحالها في إشكال الإشكال إنه ناقص مجلد أو جزء من الأجزاء والجزء اللي نقص ده مش من الطابعين الموجودين الآن لا هذا الجزء حيكت مؤامرة من قديم الزمان من بعد عهد الإمام الذهب رحمه الله تعالى فسرقت الأوراق اللي هو المجلد الأخير ده سرقت الأوراق التي فيها ترجمت ابن تيمية شوف المؤامرة دي من بيتين وألفت رسالة بعنوان الورق أو النصيحة الذهبية منصوبة للذهب هذه الرسالة الذهبية يكفر فيها ابن تيمية ويطعن في ابن تيمية لاحظ سرقوا ترجمة الذهب لابن تيمية الأوراق سرقوها كويس وألفوا رسالة ثانية نصبوها للذهب ونشاروها قالوا إن الذهب يطعن في ابن تيمية و يكفر ابن تيمية شوف الله نازل خبيثين كيف الكلام ده ما الليلة كلام ده قديم عشان كده دي طبعة تانية دار الفكر بيروت طبعة دار الفكر بيروت المحقق جاب المجلد الأخير هنا برغم سبعتاشر لأنه المجلدات كبيرة شوية هناك لعله برغم تمانية وعشرين أو سبعة وعشرين الله يعلم ما أبط الرغم بالظل طيب هنا بره قال قال هذا الجزء المفقود وهو تمام السير المجلد في الطبعة الآن الموجودة في المكتبات مؤسسة الرسالة ما موجود شكرا ممكن صوفي يجي يقول لك الذهب ما أثنى على ابن تيمية وفي سيرة علامة النبلة ما في ويجيب لك سيرة علامة النبلة يخدت لك قدامك يقول لك طلع ليه كلام دا انت حتى قل تفتش لأنه طبعة مؤسسة الرسالة ما في إنما في دار الفكر بيروت طيب الذهب ترجم لابن تيمية لاحظ لكلامه هنا ولثناءه على ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المجلد الصفحة 503 أنا أخوان أثناء لا أظن تقدر تكتب أي حاجة لكن ركز على إحالة الكتب يعني الكتاب طبعة الصفحة كده أكتوبة معك في ورقة لما تقول ساعد بعد ذلك لو جبنا شبهات أكتب الشبهة كذا والرد على كذا وصل الخيصة الخيص يعني الشبهة كذا الرد على كذا طيب يقول الذهبي تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني مولد عاشر ربيع الأول يوم الاثنين سنة 61 وست مائة بحران سمع من عبد وابن أبي اليسر وعدة برع في التفسير والحديث والاختلاف والأصلين وكان يتوقد ذكاء ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن كأن ذلك نصب عينيه شوف الثناء لهذا كيف دسرق كله قال ولا على طرف لسانه بعبارة رشقة حلوة وإفحام للمخالف وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه لعله يبقى في تفسير الآية المجلس أو المجلسين طيب قال وأما أصول الدين ومعرفة أقوال الخوار والروافض والمعتزلة والمبتدعة مبتدعة فكان لا يشق فيها غباره هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط والشجاع المفرطة والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية وصنف في فنون العلم ولعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاثمائة مجلد تلتمائة مجلد تواليف ابن تيم قال وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر ذا سطوة وإقدام وعدم مدارا ومسائله المفرد يحتج لها بالقرآن والحديث أو بالقياس ويبرهنها ويناظر عليها وينقل فيها الخلال ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأئمة فإن كان أخطأ فله أجر واحد وإن كان أصاب فله أجران كان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيء شعره إلى شحمة أذنيه كان كأن عينيه لسانان ناطقان يعني من يعين فيك كأن عينك تتكلم قال ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين جهورية الصوت فصيح اللسان سريع القراءة تأتريه حدة ثم يكهرها بحلم وصفح لترجمة الإمام الذهبي لابن تيمية رحمه الله تعالى طيب ابن حجر العسقلاني عنده كتاب اسم الدرر الكامنة سجل عندك اسم الكتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة في أعيان المئة الثامنة تامنة يعني في المجلد الأول مطبع الدار الكتب العلمية بيروت برضو طبعة بيروتية طيب في الصفحة المجلد الأول صفحة أربعة وتسعين خمسة وتسعين الذهب هنا أيضا ابن حجر ناقي الكلام للذهبي عن ابن تيمية كلام عجيب الصفحة من أربعة وتسعين خمسة وتسعين يقول قال الذهبي مترجما له في بعض الإجازات قال قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ يعني الوقت داك ما بلغ لسه ما بلغ لسه أسألنا جماعة هنا يقول لك دا صغير وهذا لسه شنب وما قام وما تم أربعين أربعين بتاع شنو شو ما بن تيمية قال قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ الوقت داك ما بلغ طيب قالوا وبرع في العلم والتفسير وأفتأ ودرس وهو دون العشرين الله يا أخوان لدى عجيب وصنف التصانيف وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه وتصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة أو أكثر دا أيضا من كلام الإمام الذهبي على ابن تيمية طيب نشوف محمد المنتصر قال شنو يقول التسجيل موجود عندنا قال الذهبي يكفر ابن تيمية في رسالة زغل العلم هو يقول كده زغل زغل ولا ضغل ما يسم الزغل يصن زغل علماء اللغة قالوا الزغل هو الماء على قدر ما يملأ الفم دا الزغل أما الزغل هو الغش والخداع ورسالة الرسالة المنسوبة للذهبي هي رسالة زغل العلم ما زغل قال وفي النصيحة الذهبية الذهبي يكفر ابن تيمية وبينا قبل شوية النصيحة الذهبية دي ما من كتب الذهبي أبداً وهذا سمعنا كلام الذهبي عن ابن تيمية ما أقول ذول بيقول عن ابن تيمية كلام ذي دا بكفره مستحيل طيب هذه مسألة أولى المسألة الثانية لسه شأن يبرر للنقطة دي قال والذهبي يرجع عن عقيدة داك لم أحاول انتصر قال الذهبي يرجع عن عقيدة التجسيم في ترجمة ابن حبان وبقول ابن حبان يا أخواننا أنا ما مستقرب ذول ما بعارف يجرى القراءة ما بجرى صح واللغة العربية يفجيخ عليك فجيخ شديد أنا محتار ذول زي دا كيف يبقى إمام السودان الأول وعالم السودان الأول الآن أي غنة أفتح تجيب الذول طيب نشوف الكلام دا في السير سير علام النبلاء قال الذهب يرجع قال رجع عن عقيدته أشوف هذا أنا جبته ليه لأنه الذهب عنده كتاب اسم العلو للعلي الغفار قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تمام لما السنة يستدل بنصوص نقل الذهبي في الكتاب دا بيجي بقول لك الذهبي رجع من الكتاب هنا رجع منه يعني كلامه دا قال باطل ورجع منه كويس؟ يلا نشوف رجوع الذهبي ولذلك يتأكد لك كل ما نقرأ كلام يتأكد لك إنه هذا الرجل خبيث ويتلاعب بكتب أهل العلم طيب الصفحة سبعة وتسعين المجلد ستاشر طيب يقول من ضمن ترجمة بن حبان قال أبو اسماعيل الأنصاري سمعت يحيى بن عمار الواعظ وقد سألته عن ابن حبان فقال نحن أخرجناه من سجستان طيب ركز ليه أخرجه من سجستان كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه يلا ركز معاي أنكر شنو ابن حبان الحد لله يعني كون الله سبحانه وتعالى يحده مكان أو زمان أنكر الحد طيب إنكاروا هذا صحيح أو خطأ صحيح إنكاروا صحيح ركزوا هل من عقيدة أهل السنة إنه يثبت حد لله هل لله حد معين لا لا يثبت الحد طيب ابن حبان كلامه صح طردوا بالسبب ده إذن الغلطان ابن حبان ولا غلطان الذين طردوه الذين طردوه هم الغلطانين يلا ركز معاي في الكلام قال قلت الذهب قلت إنكاركم عليه بدعة أيضا ما هم أنكروا على ابن حبان كونه أنكر الحد الذعب الذعب قال له من كار كوند بدعة والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله ولا أتى نص تركه ما لا يعنيه وتعالى الله أن يحدى أو يوصف إلا بما وصف به نفسه دي عاغدة أهل السنة ألا ما عاغدة أهل السنة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو علمه رسوله أو علمه رسله بالمعنى الذي أراد بلا مثل ولا كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب وين رجوع الذهب عن كتاب العلو للعلي الغفار وين رجوع الذهب عن عقيدة أهل السنة الكلام ده موافق للعقيدة اللي نقل الذهب في كتاب العلو إذن الآن يوهمك محمد المنتصر إن الذهب ها أنكر على أهل السنة وتبر من العقيدة اللي تعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل في كتابه العلو